لطالما أن السلطة القضائية ركزة أساس في نهج بناء الدولة فإنها تدخل في تفاصيل حياة العراقي بلغة القانون وبعد أن انتشرت ظاهرة نثر الأموال واستحاب الأحداث للملاه الليلية وأخذت بعدا غير أخلاقي مناف للقانون ومخالف لسلوكيات حقوق الإنسان لم تمر القضية مرور الكرام إذ وقف القضاء بالمرصاد منذ أيام الماضية إبان رصد طفل ينثر المال في أحد النواد الليلية أو ما تعرف بالملاه قرار القضاء العراقي الذي تحرك به ضد ظاهرة نثر الأموال وهو ما يعرف عند مرتدي الملاه الليلية بمصطلح الكيت جاء بالتعميم على محاكم الاستئناف متابعة نشر الأموال واستحاب الأحداث من أطفال وفتيات يعملن بشكل مخالف للقانون في النواد الليلية وثيقة أصدرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لرصد الظاهرة والتحقيق عن طريق فرق مختصة بالتعاون مع مراكز الشرطة ومفارز الأمن الوطني كل حسب اختصاصه قرار أخذ بعدا إيجابيا وتأييدا من الشارع العراقي الذي يرفض انتشار ظاهرة لا تمثله سيما مع الاعتداء على حقوق الأطفال وبعد حديث نشطاء عن وجود عشرات منهم مستغلين على يد تجار البشر وأصحاب الملاه الليلية نشطون في حقوق الإنسان أيضا اعتبروا القرار القضائي خطوة في اتجاه صحيح يخدم البلد في تحقيق أرقام متقدمة في محاربة لتجارب البشر وحماية حقوق الإنسان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر